مجلس القيادة الرئاسي يقضي اجتماعا لمناقشة التطورات المحلية والتداعيات الخطيرة لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية عضو مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح والسفير الأمريكي يبحثان الأوضاع في البحر الأحمر ومشروع خارطة الطريق أكثر من 25 ألف شهيد وما يزيد على 62 ألف جريح في حصيلة جديدة لضحايا هجمات جيش الاحتلال الصيوني على قطاع غزة حياكم الله إلى نشرة الإخبارية المفصلة نقرأها على حضراتكم بقناة عدن الفضائية أهلا بكم عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسته فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبدالله العليمي عثمان موجلي بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني ووقف مجلس القيادة الرئاسي أمام تطورات اللوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأمنية والعسكرية وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المشاءات النفطية وخطوط الملاحة الدولية وأجدد المجلس بهذا الخصوص التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الإرادات العامة والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء وأشهد المجلس في هذا السياق بالدعم الأخوي المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للموازنة العامة للدولة والمشتقات النفطية فضلا عن تدخلاتهم الإنسانية والإنمائية في مختلف البجالات واستعرض مجلس القيادة الرئاسي الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد محذرا الميليشيا الحوثية الإرهابية من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيداتها المزيد من المواطنين المغرر بهم للسهداف ومهاجمة الأعيان المدنية ومواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات ونسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني وأثنى المجلس على الجهوزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والشعبية ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة استعادة بؤسسات الدولة والدفاع عن النظام الجمهوري واطلع المجلس على تقديرات موقف بشأن تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية ونهجها المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتكاليف التأمين والشحن البحري والسلع الأساسية والأضرار بالسيادة الوطنية ومصالح الشعب اليمني وأشهد المجلس بوحدة للمجتمع الدولي إزاء الملف اليمني وموقفه الموحض ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية متطلعا إلى أن تقود هذه الحقائق الراسخة بشأن الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الهادف إلى حماية المياه الإقليمية ومكافحة إرهاب الميليشيا الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش كما رحب المجلس بقرار تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية عالمية متطلعا إلى مزيد من العقوبات ضد الميليشيا المارقة وتنفيذ الجماعية لقرارات الشرعية الدولية بشأن حضر الأسلحة كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني ووجه المجلس الحكومة باتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد مع التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفر التجارة العالمية التي تنظر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة كما وجه المجلس باعتماد الموجهات السياسية والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة ومواجهة تضليل الميليشيا الإرهابية ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات بحث عضو مجلس القيادة الراسية العام الطارق صالح مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن تطورات الوضع العسكري في البحر الأحمر وجهود الأمم المتحدة لإرساء مشروع خالطة الطريق لحل الأزمة اليمنية وفي اتصال المرئي أجراه السفير الأمريكي بالعام الطارق استعرضا للجانبان مستجدات الأحداث في المنطقة والأوضاع العسكرية جنوب البحر وعقد السفير الأمريكي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن لتحقيق السلام شامل يضمن تحقيق المطالب المشروع للشعب اليمني بعث رئيس مجلس الشورى دكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزا وموسا إلى أسرة السفير عبدو علي عبد الرحمن الشوافي الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وأشهد الدكتور بن دغر في برقيته بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته النضالية حيث كان أحد مناظلي ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة كما أنه من أوائل الفدائيين في جبهة عدن ضد الاستعمار حيث تقلد العديد من المناصب القيادية والحزبية رئيس الهيئة العامة للبريد ثم نائبا لوزير الخارجية وعبر الدكتور بن دغر عن أحر التعازي والموسا لأسرة الفقيد وأهله وذويه سائلني الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون عقد وزير الدفاع الفريق الركن المحسن الدعري في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بلجنة إعداد موازنة وزارة الدفاع للعام 2024 وبحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة الواء الركن أحمد البصر ومساعد وزير الدفاع الواء الركن دكتور صليم حمد حسن أكد وزير الدفاع على إعداد الموازنة وفق ما تتطلبه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد في ظل تصعيد ميليشيا الحوث الإرهابية في مختلف الجبهات مشددا على أولوية الاهتمام بالأبطال المقاتلين في مختلف الجبهات وتوفير كامل احتياجاتهم ومتطلباتهم ووجه الدعري بسرعة رفع الموازنة ومناقشتها مع جهات الاختصاص بما يلبي كافة حقوق منتسبي القوات المسلحة ومرعاة الاستحقاقات وفارق الترقيات القانونية لكافة منتسبيها لافتا إلى ضرورة وضع المعالجات اللازمة لملف الجرحة والوفاء لتضحياتهم وبطولاتهم والاهتمام بأسر الشهداء وتقديم الرعاية اللائقة والكريمة لهم ووضع الحلول المناسبة للمتقاعدين العسكريين حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من التصعيد الخطير والمتواصل لميليشيا الحوث الإرهابية التابعة لإيران خلال الثمان والأربعين ساعة الماضية وأوضح أن ميليشيا الحوث الإرهابية أقدمت على شن هجوم على مواقع الجيش الوطني في وهدي حنشب الجبهة الغربية لمدينة تعز تم التصديله كما قامت بمهاجمة مواقع الجيش في جبهة اليتمى شرق محافظة الجوف وحاولت التقدم إلى موقع الحربة وبرق الأثماد والقضامين والفراس قبل أن تتراجع على وقع ضربات أبطال الجيش بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفي محافظة الشبوى الشارى الإيرياني لأن قوات العمالقة تصدت لهجوم شنة ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة القوين بمجرية بيحان كما قصفت عناصر الميليشيا المتمركزة في منطقة خارب جروب مديرية الدمت وحافظة الضالع بقذائف مدفعية قرية الجروب في منطقة مريس سقطت إحداها على منزل المواطن أحمد راشد ما أدى إلى أضرار مادية كما أسقطت دفاعة الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرتين مسيرتين تابعتين للميليشيا في مديريتين ميدي وحيران شمالي غرب وحافظة حجة ولفت الإيرياني لأن هذا التصعيد الخطير بإعاز إيراني يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي في استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة ورام الله لحشد المقاتلين وجمع الأموال والتبرحات وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة مبعوثها الخاص بإصدار إدانة واضحة لهذا التصعيد الخطير وممارسة ضغط حقيقي وفاعل على ميليشيا الحوثي عبر الشروع في تصنيفها منظم إرهابية وفرض العقوبات على قياداتها وتجميد أصولهم ومنع سفرهم بدأت في العصمة الأردنية عمل مؤتمر مياه اليمن الذي تنظمه مجموعة تسيق أمن المياه برئاسة جمهورية المان الاتحادية وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية في بلادنا وبمشاركة وزارة المياه والبيئة والمانحين ووكالات الأمم المتحدة المشاركة في المجموعة والفريق الفني لشركاء اليمن ويناقش المؤتمر على مدى يومين بمشاركة أربعين خبيرا تقنيا يمنيا ودوليا موضوعات حول إدارة نظام المياه في اليمن وكيفية تحقيق التوازن بين العرض والطلب بطريقة فعالة ومستدامة في مختلف مناطق البلاد وفي افتتاح المؤتمر استعرض وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرج بيئة السياسات والبرامج الوطنية للمياه ورؤية الوزارة لتعزيز الإدارة المستدامة لنظام المياه في بلادنا مؤكدا نهمية التنسيق المشترك بين الحكومة والمانحين لتحديد الاحتياجات المرحة وضرورة التحول من الوضع الطارئ إلى مرحلة البناء والتنمية بدوره قدم فريق البنك الدولي نتائج التشخيص الصريع للمياه في بلادنا وتحديد كيفية استجابة وزارة المياه والبيئة والجهات المانحة ووكالة الأمم المتحدة بشكل جماعي للسيناريوهات المختلفة دشنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني وتدريب المهنية الدكتور خالد الوصابي في العاصمة المؤقدة عدن فعليات المؤتمر الأول للابتعاث الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع مؤسسة حضر موت تنمية بشرية تحت شعار نحو استراتيجية وطنية للابتعاث تستوعب المتغيرات ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين تقديم عددا من الأوراق العلمية حول مسيرة الابتعاث كما ونوعا وآلية الابتعاث ووضع الملحقية الثقافية وسوق العمل في الجمهورية اليمنية وتشريعات الابتعاث ومداء ملاءمتها للواقع الحالي ووضح الوصابي أن المؤتمر جاء ترجمه لتوجيهات الدولة في إعداد وتأهيل الكفاءات التي تحتاجها البلاد في مختلف التخصصات العلمية والنوعية ويعد فرصة لمناقشة واقع الابتعاث وتطويره وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإعداد جائزة التميز التي سيتم الإعلان عنها رسميا عبر موقع الوزارة وشروط التقدم لها من قبل الطلاب الدرسين في الخارج في جميع التخصصات من جانبه لفت وقيل وقطاع البعثات في الوزارة الدكتور مازنان جفري إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقديم وتقييم تجربة الابتعاث واستخلاص المؤشرات المعتمدة لتحسين عملية الابتعاث بدوره قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله الضيفاني أن إقامة هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد ويتطلب الاحتمام أكثر بالكوادر العلمية التي تساهم في عملية البناء والتنمية للبلاد يأتي إنعقاد المؤتمر الأول للابتعاث تحت الشعار نحو استراتيجية وطنية للابتعاث تستوعب المتغيرات وذلك لمناقشة الوضع الحالي لعامة الابتعاث وأيضا دراسة التجارب المحلية والإقليمية والدولية في عامة الابتعاث والخروج برؤية وطنية للابتعاث هذه الرؤية الابتعاث تستند على احتياجات سوق العمل وعلى آفاق وتصورات الخطط التنمية للدولة في المستقبل بحيث نستطيع أيضا أن نستفيد من الكوادر اليمنية المتواجدة في الخارج أيضا فرصة حقا لإبراز وإظهار كثير من أبناء الطلاب المتميزين والذين سميناهم النجوم في سماء الابتعاث لكن في حقيقة الآمن أنا أعتبر هؤلاء الكوادر هم سفراء لنا في الخارج وهم من سيكونوا نواه لبناء الدولة المدنية القادمة بمشيئة الله أنا أيضا هدف حقا هذا المتمر أيضا إلى أن نسوق هذه الكوادر وإن شاء الله هناك شراكة ستكون مع أيضا جهات أخرى قادمة للاستفادة بهذه الكوادر وهذا أعتقد شيء مهم جدا أن نبتعث ثم أيضا نستوعب هذه الكوادر في العمال التنموية سواء قطاع الخاص أو قطاع الحكومي يناقش المؤتمر أربعة محاول رئيسية هي الابتعاث وتحديات الابتعاث وسبل مواقهتها والتقارب ونماذج والتوقهات المستقبلية للابتعاث وتتضمن هذه المحاور عدد من العناوين والموضوعات الفرعية والأرقام والأفكار والتصورات والتقارب والتقارب عبر أوراق عمل ودراسات موثقة أعدها أكاديميون ومسؤولون ومتخصصون ومتخصصون من قهات ومؤسسات مختلفة رسمية وخاصة من خلال أهداف المؤتمر ومعطيات المحاور ونوعية الخبراء المشاركين وكم الحضور في القلسة الافتتاحية كل هذه تعطي مؤشرات ناجحة بنجاح هذا المؤتمر الهدف إلى الارتقاء بمستوى الاستراتيجية الوطنية للابتعاث التي تستوعب جميع المتغيرات وضع وزير النقلة دكتور عبد السلام حميد ووزير الدولة ومحافظ محافظة عدن أحمد لملس في العاصمة المؤقتة عدن حجر الأساس لمشروع إشاء وبناء المحطة المركزية لنقل الركاب المرحلة الأولى في منطقة العريش بمدرية خورمكسر بتمويل ذاتي من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ويقام المشروع على مساحة 33 ألف متر مربع وتضم مكوناته مبنى الهيئة والجهات المنتدبة لها إضافة إلى 40 مبنى لشركات النقل الدولية ومجموعة من الملحقات الخدمية كاستراحة وفندق ومحطة وقود ومخازن وغرش مركزية وأكد حميد أهمية المشروع كونه سيعمل على تخفيف الازدحام المروري بسبب مرور حافلات نقل الركاب في الطرقات والشوارع العامة من جانبه أكد لملس أن المشروع سيسهمه بتنظيم النقل الداخلي والخارجي وأليات النقل والمواصلات ومعالجة الازدحام في قطوط الصير من جهتهم قدم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لنقل برري فارس شعفل شرحا حول مكونات المشروع وتفاصيله وخطة الإنجاز وأليات العمل المتبعة تفقد وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس وضع عدد من المنشآت الرياضية المتضررة جراء الحرب التي شهدتها المدينة وطلع الوزير لملس على أوضاع مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن وخطته للعام الجديد 2024 واستمع خلال اللقاء من مدير عام المكتب الكابتن وجدان شاذلي إلى شرح وافي حول خطة مكتب الشباب والرياضة للعام 2024 وما تضمنته من برامج وأنشطة وفعاليات رياضية على مدار العام وفي شهر رمضان على وجه الخصوص إضافة إلى الإشكالات والصعوبات التي تواجه عمل مكتب الشباب والرياضة وسبل معالجتها وقد لملس حرس السلطة المحلية على دعم رياضة عدن حتى تصل إلى مكانتها التي تستحقها خصوصا وأن عدن كانت الرائدة والسباقة في الجانب الرياضي على مستوى الخليج والجزيرة العربية مضيفا أن السلطة المحلية ستتواصل مع وزارة الشباب الرياضة للتنسيق والاتفاق على آلية معالجات وحلول لعادة إعمار ما تدمر منها كليا وصيانة المشآت التي تضرت جزئيا عبر الأشقاء في التحالف العربي والمنظمات الداعمة والمحلية والدولية قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطع غزة ارتفع إلى أكثر من 25 ألف شهيد وما يزيد على 62 ألف جريح وذلك منذ بدء العمليات العسكرية البرية على القطع وأضافت الوزارة أن نحو 178 فلسطيني استشهدوا وأصيب 293 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى الاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات وأوضحت مصادر طبية أن طائرات الجيش الحربية استهدفت حي الأمن غرب خان يونس جنوب القطاع ما أسفر عن استشهاد عددا من المواطنين وإصابة العشرات بجروح كما قصفت طائرات الحربية الإسرائيلية مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة مخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى إلى اندلاع حر كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف أعلن مشروع نزع الألغام في بلادنا مسام زالت أكثر من ألف لغم وذخيرة غير منفجرة في المناطق المحررة خلال الأسبوع الفائت وقال المشروع في بيان لمركزه الإعلامي إن الفرق الميدانية التابعة له أزالت خلال الأسبوع الماضي ألف وعشرة لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة وأضاف أن عمليات النزع تنوعت بين 890 ذخيرة غير منفجرة و117 لغما مضادة للدبابات ولغمين مضادين للأفراد وعبوة ناسفة وأشار البيان إلى تطهير 157 848 متر مربع خلال نفس الفترة ومنذ بدء المشروع نهاية يونيو 2018 وحتى التاسع عشر من يناير الجاري قامت فرق مسام بنزعي 429 590 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في المناطق المحررة وفقا لإحصائيات المشروع دفعت ميليشيا الحوثي الإرهابية بتعزيزات بشرية نحو جبهات الضالع بعد ساعات من استهدافها منازل المدنيين في منطقة موريس وقالت مصادر محلية أن الميليشيا استقدمت تعزيزات بشرية كبيرة من مدينة إب إلى مدينة دم ومنها إلى مناطق موريس وذلك في إطار استعداداتها لشن هجمات جديدة على مواقع القوات المشتركة وكثفت ميليشيا الحوثي من إرسال التعزيزات البشرية نحو عدد من جبهات القتال منذ مطلع العام الجاري تركزت أغلبها نحو جبهات تعز والسحل الغربي والضالع ومأرب وشبوة اعترفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بمقتل ستة من عناصرها يحملونها رتبا عسكرية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني وقالت بصادر إعلامية حوثية أنه جرى تشييع جثامين ستة من مقاتلي الجماعة في محافظة طيسنعا وذمار خمسة منهم ضباط أحدهم برتبة عميد وقد سقط القتلى في مواجهات مع قوات الجيش الوطني خلال يومين الماضيين حيث شهدت عدة جبهات اشتباكات مسلحة في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي ومنذ مطلع يناير الجاري شيعت ميليشيا الحوثي أكثر من خمسين عنصر من مقاتليها في ظل هجماتها على السفن في البحر الأحمر وتصعيداتها في مختلف الجبهات دشنت قيادة محور بيحان في محافظة مأرب المرحلة الأولى من العام التدريبي والقتالي والعملياتي الجديد 2024 المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل رفيق السامحي دشنت اليوم قيادة محور بيحان في محافظة مأرب المرحلة الأولى من العام التدريبي والقتالي الجديد 2024 بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز وقائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وفي فعالية التدشين التي شهدت استعراضا عسكريا لسرايا رمزية من وحدات عسكرية تابعة للمحور عبر رئيس هيئة الأركان العامة عن سعادته بما وصلت إليه قوة محور بيحان من الكفاءة والاحترافية العالية في مختلف الجوانب والتي قال إنها تأتي ثمرة لجهود البناء وبرامج الاعداد والتدريب والتأهير في ظل المرحلة الاستثنائية التي تعيشها اليمن وانعكاسات الحرب الهامجية التي فرضها تنظم جماعة الحوث الإرهابي المدعو من إيران ونحن ندشن المرحلة الأولى من العام التدريبي 20-24 في محور بيحان أحد محاور المنطقة العسكرية الثالثة يطيبني أن أشيد بالأدوار القطولية التي قدمها مقاتل المحور في جميع الجبهات وهم يؤدون واجبهم الوطني ضد تنظيم جماعة الحوث الإرهابية وحيي أيها الأبطال تباتكم وشجاعتكم وصمودكم ونؤكد لكم أن بيادتنا السياسية والعسكرية ومقتل في حامد الرئيس الجائد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه الأكارم وقيادة رزارة التفاع ورئاسة حيث الأركان العامة يثمنون ويقدرون كل ما بدلتموه من جهود مرتضحيات في جميع الجبهات وميادين القتال من جاربه ثمن قائد محور بيحان الليواء الركن مفرح بحيبي على اهتمام الكبير الذي تريه القيادة السياسية والعسكرية لتطوير مؤسسات الدفاع الوطنية وفق أسس ومعايير علمية ووطنية وما يقدمونه من دعم سخي لتحديثها وتعزيز جاهزيتها القتالية ووحدتها وتماسكها نحن اليوم ندشن المرحلة الأولى لعام أربعة وعشرين تدشين هذا إعادة يعني الهمة والروح لمواجهة معركة قادمة نحن الآن قادمين على معركة قادمة لاستعادة ما فقدناه ولتحرير اليمن والمشاركة في تحرير العاصمة الصنعاء بإذن الله نسأل الله العون للجميع وشكرا لكم قائد اللواء 153 بوشاء العميد عبد الرحيم العقيل من جانبه أشار إلى أن هذا العام التدريبي الجديد سيكون حافلا بالتأهل والتدريب والانتقال بقوات اللواء من مرحلة التدريب والتلقي إلى مرحلة الاحتراف والاقتدار نحن اليوم بتدشين المرحلة الأولى العام التدريبي عشرين أربعة وعشرين جيادة محور بيحان وحدات محور بيحان وصلنا إليه اليوم من إنجازات ونجاحات بما قمنا به في العام 2023 من تدريب وتأهيل وإعداد معنوي وكفاءة وقدرة لدى القوة وما ترقتها من مهارات وشهد رئيس هيئة الأركان العامة ومعه قائد محور بيحان جاهزية الوحدات العسكرية من قوات المحور والتفتيش على الأسلحة والمعدات التدريبية من خلال شرح مفصل لنماذج من سلاح المدفعية والمدرعات والآليات القتالية من خلال تدشينها للمرحلة الأولى من العام التدريب والقتال الجديد الفين وعربع وعشرين تؤكد قيادة محور بيحان مع جميع منتسبيها المضي قدما في استعادة ما تبقى من تراب الوطن من قبضة ميليشيا التفرد والانقلاب الإرهابية مهما كانت التضحيات والمدولات الخالدة التي يشتريحونها في ميدان الشرف والبطولة لقناة عدن الفرائية رفيق السامعي مأرم اعتبرت منظمة هيومن راتشووتش أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا وقوات الاحتلال الإسرائيلي وجهان لعملة واحدة بسبب الحصار غير القانوني المفروض من قبل الميليشيا الحوثية على سكان مدينة تعز والاحتلال الإسرائيلي على سكان مدينة قطاع غزة الفلسطينية حيث يمنعان وصول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في تعز وغزة واستغربت المنظمة في تقرير صادر عنها تصدر الحوثيون في اليمن العنوين بسبب شنهم هجمات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقومها في البحر الأحمر وهما قد يرقى إلى جرائم حرب وتطرقات إلى الوضع المأساوي الشديد الذي تعيشه محافظة تعز منذ إقدام الحوثيين على دخول تعز ومحاصرة عاصمتها مدينة تعز عام 2015 حتى الوقت الراهن وقالت منظمته أن رايتس بدون رفع الحوثيون حصارهم على السكان المدنيين في تعز فإن ادعاءاتهم بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة الذي يعرض المدنيين الفلسطينيين لخطر جسيم ويشكل جريمة حرب ستكون تلك الادعاءات الحوثية جوفاء بينما يحاصرون بشكل غير قانوني ثالث أكبر مدن اليمن مضيفة أنه ينبغي للطرفين أن ينهي فوراً أرقلته ما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة نبقى الآن مع حالة التقسوات درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولمن فاتته تفاصيل هذه النشرة عودة للتذكير بأهم ما زاء فيها من عنوين مجلس القيادة الرأسي يعقد اجتماعاً لمناقشة التطورات المحلية والتداعيات الخطيرة لتصعيد الميليسيات الحوثية لرعبها عضو مجلس القيادة الرأسي العميد طارق صالح والسفير الأمريكي يبحثان الأوضاع في البحر الأحمر ومشروع خارطة الطريق أكثر من 25 ألف شهيد وما يزيد على 62 ألف جريح في حصيلة جديدة لضحايا هجمات جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وللمزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وتليجيش اشتركوا في القناة